شوف حقيبة اليد هذي او الشنطة متعدد للاستخدام وفيها وايد 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 منافذ شوف هاي المنفذ الاول عندك من وراه طبعا وايد كبيرة ما شاء الله شوف الجيب هاذا اللي وراه هاي واحد وهاي الثاني ممكن تحط هني شرائح مومريكار تحط غراض اللي تبيها شوف اللي يميزها انها فيها منفذ حق الشاحن تقدر تحط شاحن بهالطنيقة ومصنوعة من مادة الجلد المقاوم للماء بعد هاي ميزة حلوة شوف الجيب هاذا بعد حلو في بعد اهم ميزة فيها ميزة القفل هذي شوف الجيب هاذا اكبر واحد الخلف يعتبر تحط فيه كل شي تبيه تنظيم ويرات تحط اغراضك مستندات بيانات اي شي تبيه شوف 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 تبارك الرحمن الشكبر انت ترتب بالطريقة اللي تبيها واذا سكرت عندك القفل هني حط المفتاح داخل بالباسورد اللي تبيه شوفوا انا الحين حطيتهم والباسورد ثلاثة صفار شوف داخلهم بجرب غير وبوش افتح ما اقدر نردهم ثلاثة صفار بسم الله يا سلام فهمت الطريقة شلون تحطهم داخل بالباسورد اللي تحطه عقب سوها الطريقة خلاص ما حد يقدر افتحها الا يوم يحط الثلاثة ارقام اللي تحطها فنانة فنانة طبعا هذا هو الواير موجود داخل الشنطة اللي تحطه في المنفذ وتستخدمه متوفر عندنا في موقع سير كيتستور تقدر تطلبها من خلال موقعنا الإلكتروني او من خلال التطبيق بتحصيلنا في قسم الاكسسوارات